أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الحجر وكنا قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم مجمعين ذلك أن إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام أبى واستكبر ورأى أن سجوده لآدم انتقاص له إذ هو خُلِق من نار وآدم خُلِق من طين فأخرجه الله سبحانه وتعالى من المنزلة العالية التي هو فيها فسأل إبليس أن ينظره إلى يوم يُبعثون فأجابه الله عز وجل وأنظره عندها قال إبليس قال ربي بما أغويتني الباء هنا إما أن تكون للقسم والمعنى قال ربي أو أقسم ربي بإغوائك لي أي أنه أقسم بإغواء الله له لَيُزَيِّننَّا لِبَنِي آدَمَ فِي الْأَرْضِ وَلَوْغِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وقال بعض رفسرين إن الباء سببية أي بسبب ما أغويتني وأضللتني لَأُزَيِّننَّ لَهُمْ أي لذُرِّيَّةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الْأَرْضِ أي أُحَبِّبَ إِلَيْهِمُ الْمَعَاصِي وَأُرَغِّبُهُمْ فِيهَا وأُزُّهُمْ إِلَيْهَا أَزَّى وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ أي أن الأصل جعله إبليس عليه لعنة الله أن الأصل الغواية وأن المُستثنى هم القلة كما قال الله عز وجل في آيةٍ أخرى أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ الذين سلموا وكُتِبَت لهم الهداية وأخلِصوا من هذه الغواية وخُلِّصوا منها فقال الله عز وجل له متهدِّدًا ومتوعدًا هذا صراطٌ عليَّ مُستقيم أي مرجعكم كلكم إلي فأُجازيكم بأعمالكم إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر كما قال الله سبحانه وتعالى إن ربَّك لبِ المرصاد وقيل إن معنى قوله تعالى هذا صراطٌ عليَّ مُستقيم أي طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي قاله مُجاهِد والحسن وقتاده وَهُوَ كَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلُ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنَ قال هذا صراطٌ عليَّ مُستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقلنا إن عبادي جمعُ عبدٍ ويُجمَعُ بِعلى وجهِهِ على هذه الصفة عباد أو بهذه الصيغة عباد للإكرام وهي عبودية الله تبارك وتعالى وأما عبودية العباد فتُجمعُ على عبيد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي الذين قدَّرتُ لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتَّبعَك من الغاوين والاستثناء هنا استثناءٌ منقطع فإن ما بعد إلا ليس من عباد الله عز وجل فإن من اتَّبعَ الشيطان وغوى فليس من عباد الله سبحانه وتعالى وَإِنَّ جَهَنَّم جَهَنَّم من أسماء النار وسمِّت بجهنَّم وَالنَّار والحُطَمَة ولَضَى لَمَوْعِدُهُم أَجْمَعِين أي جهنَّم موعدُ أتباع إبليس كما قال عن القرآن وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فالله عز وجل توعد أتباع إبليس بالنار وتوعد من كفر بالقرآن بالنار كذلك ثم بدأ سبحانه وتعالى يُبَيِّنُ شيئًا من صفة هذه النار فقال سبحانه لَهَا أَيْلِ جَهَنَّم سَبْعَةُ أَبْوَابِ من المفسِّرين من فسَّر الباب على بابه فقال قد كتب لكل باب منها جزءٌ من أتباع إبليس يدخلونها لا محيد لهم عنها وكلٌّ يدخل من بابٍ بحسَب عمله ويستقِرَّ في درَكٍ من درَكاتها بقدر فعله كما أن أهل الجنة لها تمانية أبواب ولكل بابٍ أهله فمن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان ومن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدق إلى آخره فكذلك النار لها سبعة أبواب لكل باب أهله المُتماثِلون في العمل فيكون الباب هنا على بابه أي بابٌ حقيقي وقال عكريم سبعة أبوابٍ أي سبعة أطباقٍ ففسَّر الباب هنا بالأطباق فكما أن الجنة درجات فالنار درَكات قال ابن جريج أولُها جهنم ثم لضَى ثم الحُطمة ثم سعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وقد رُوِي عن ابن عباسٍ نحو هذا القول وقال قتادة هي والله منازل بأعمالهم إذن الأقوال ثلاثة لها سبعة أبواب لها سبعة أطباق هي منازل أو لها سبعة منازل ولعلَّ كل واحدٍ من المفسِّرين ذكَرَ شيئًا من حال النَّار وإلا فالقرآن أخبر أن لها سبعة أبواب وأخبر أنها طبقات ولم نُبَيِّن عدد طبقاتها أو درَكات ولا شكَ أنَّ كلَّ كافرٍ ينزلُ منزِلًا بحسَب عملي ثم قال الله سبحانه وتعالى إنَّ المُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَعُيُونَ أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة أليس كذلك؟ هذه قلت لكم من المناسبات الظاهرة من يقُل لي المُناسبة؟ أحسنت لما ذكر الله عز وجل حال أهل النَّار عطف على ذكر أهل الجنَّة على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب فإنَّ من طريقة القرآن يا أخواني الترغيب والترهيب فلا تُذكر الجنَّة إلا ويُذكر بعدها النار ولا تُذكر النار إلا ويُذكر بعدها الجنَّة وإذا ذُكِرَ أهلُ النار ذُكِرَ بعدها أهلُ الجنَّة فطريقة القرآن تجمع بين الترغيب والترهيب كما أن المؤمن يسير في حياته بين الخوف والرجاء فأيُّهما غَلَبَ على الآخر هلك صاحبه فقال الله سبحانه وتعالى إن المُتَّقِين التقوى هي أن تعمل بطاعة الله كما قال طرق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نورٍ من الله تخشى عقاب الله والتقوى هي امتِثالُ الأوامر وتركُ النواهي امتِثالًا لأمر الله عز وجل فقال الله عز وجل إن المُتَّقِين الذين اتَّقَوا في هذه الحياة الدنيا لهم جزاء وهو الجنَّة في جناتٍ وعُيون ليسَ جَنَّةً واحدة ولا عيناً واحدة بل جنات يتنعمُنَ بها وعُيون أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ بِسَلَامٍ بِسَلَامٍ أي السَّالِمين من الآفات أو المُسَلَّم عليهم ولا تَعارُضَ بين القولين فَإِنَّ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٍ سَلَامٍ آمِنين من كل خوفٍ وَفَزَع لا تَخْشَوْ من إِخْرَاج ولا انقطاع ولا فناء نسأل الله من فضله ثم قال الله سبحانه وتعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ صُدُور مَن؟ أهلُ الجنَّة من غِلِّ وهو الدخن في القلب إخوانا جاء عن أبي أمامة قوله لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غِل وقد جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيخبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذِّبوا ونُقُوا أُذِنَ لهم في دخول الجنة إخواناً على سُرُرٍ مُتقابلين قال مُجاهد أي لا ينظر بعضهم في قفى بعض وهذا من تمام الإكرام وروا ابن أبي حاتم عن زي بن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى هذه الآية إخواناً على سُرٍ مُتقابلين في الله ينظر بعضهم إلى بعض رواه البخاريُّ في التاريخ الكبير لا يمسُّهم أي لا يمسُّ هؤلاء أهلُ الجنة فيها أي في الجنة نصب يعني مشقةً وأذاء كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أُبَشِّر خديجة ببيتٍ في الجنة من قصب لا صخبٌ فيه ولا نصب يكفي هذا في جنات وعيون يدخلون بسلام آمنين قد نُزِعَ ما في صدورهم من غل إخواناً على سُرُر متقابلين لا يمسُّهم فيها أذاء ولا مشقة ومن تمام النعيم أن الله لا يُغيِّر أن الله لا يُغيِّر هذه النعمة من تمام النعمة دوامها واستدامتها فإن ذهاب النعم حسرة ولذلك ختم الآية بقوله وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ الله أكبر يعني أن هذا النعيم يا أهل الجنة ليس نعيماً عرضياً تستمتعون به ثم يزون كلا بل هو نعيمٌ دائمٌ لا ينقطع ثم قال الله سبحانه وتعالى نبِّئ عبادي أي أخبر يا محمد وأعلم يا محمد أني أنا الغفور الرحيم أنا غفور لمن استغفر لمن تاب لمن أناب لكن إياكم أن تطمعوا في مغفرتي فتسرفوا فإن لي صفةً أخرى وهي وأن عذابي هو العذاب الأليم وهذه هي طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب والجمع بين مقامي الرجاء والخوف ولذلك ينبغي للمسلم دائماً أن لا يقنط من رحمة الله وأن يستغفر من ذنوبه ومهما عمل من الذنوب يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يقنط وليتذكر نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وحينما نرى المُسرف في المعاصي المُنصرف عن الله تبارك وتعالى نُخبره أن الله غفور لمن استغفر وأن عذابه أليمٌ لمن أصرَّ على ذنبه ولم يتُب إلى ربه وهكذا ينبغي أن يكون المُسلم دائماً معلَّقٌ بين الرجاء والخوف وأن لا يغلب جانبٌ على جانب لأنه إذا غلَّب جانب الرجاء أسرف في المعاصي وإذا غلَّب جانب الخوف قنط من رحمة الله ولذلك يُقال الرجاء والخوف كجناحي طائر لا بدَّ أن يسيرَ معاه فالطائر لا يمكن أن يطيرَ بجناحٍ واحد فكذلك المُؤمن لا يُمكِن أن يسيرَ برجاءٍ بلا خوف أو أن يسيرَ بخوفٍ بلا رجاء ثم قال الله سبحانه وتعالى وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ أي وأخبرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم والضيف يُطلَق على الواحد والجمع كما يُجمَع على الأضياف والضيف هنا أيها الأخوة هم الملائكة الذين ضافوا إبراهيم وسمِّي الضيف ضيفًا لإضافته إليك ونُزُوله عليك إذ دخلوا عليه أي دخلوا على إبراهيم فقالوا سلامًا سلَّموا عليه قال إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ هنا القصة يا أخواني مختصة وقد جاءت مبسوطة كيف وجل منهم هل هو لما قالوا سلامًا وجل منهم مباشرة لا تفسير هذه الآية هنا قصة إبراهيم مجملة تفسيرها في موضعٍ آخر وهو أنه قرَّب إليهم أكلاً والسلامة المؤمنة من الرجل الغريب الذي لا يعرف أكل الطعام إذا أكل طعامك أمنته قال ابن عطية رحمه الله وَكَذَلِكَ هُوْ يعني أن الأمانة أن أكل الطعام أمانٌ للضيف وللمضيف في غالب الدهر قال ابن عطية وَكَذَلِكَ هُوَ فِي غَابِرِ الدَّهْرِ أَمَنَةً لِلنَّازِلِ وَالْمَنْزُلِ بِهِ أي لصاحب البيت وللضيف قالوا لا توجل يعني لا تخف طمَّنوه ومع تطمينهم له بشَّروه بغلامٍ عليم والغلام هذا هو إسحاق عليه السلام كما مر عليكم في سورة هود فقال إبراهيم متعجبًا من كبره وكبر زوجته ومتحققًا لهذا الوعد أبشَّرتموني على أمَّسَّني الكبر فَبِمَا تُبَشِّرُونَ يعني هل أنتم متأكدون من هذه البشارة إنني في حال لا تسمح لي بالولد فأجابوه مُؤكِّدين لما بشَّروه به قالوا بشَّرناك بالحق فلا تكن من القانطين أي لا تقنط يا إبراهيم فأجابهم بأنه ليس يقنط ولكن يرجو من الله الولد وإن كان قد كبر وأسنَّت إمرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك قال وَمَنْ يَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلا الظَّالُّون أي المُكَذِّبُون الذاهبون عن طريق الصواب والقنوط هو تمامُ اليأس أو أتمُ اليأس أي أنني لستُ بقانط وأعلم من قدرة الله ما هو أعظم من ذلك لكن أريد أن أتحقَّق منه فلما إطمأن وبلغته البشارة وعلم أنهم ملائكة من عند الله تبارك وتعالى قال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ أي لا شك أنكم أتيتم لأمرٍ خطب وأمرٍ جلل فيقال الخطب هو الأمر الخطير والأمر الجليل فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا أي الملائكة إِنَّا أُرُسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ يَعْنُونَ بِذَلِكَ قَوْمَ لُوْطٍ تِلْكَ الْأُمَّةِ الْبَاغِيَةِ الَّتِي أَتَتْ بِخِلَافِ الْفِطَرِ إِلَّا آلَ لُوْطٍ يعني طمأنوه على لوط نبي الله إِلَّا آلَ لُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ أي أنّ لوط وآله والآل إما الأهل أو الأتباع يصح هذا وهذا إِلَّا امرأته فاستثنى الاستثنى من الاستثنى ما معناه معناه إِلَّا امرأته أي إِلَّا امرأته من الهالكين فليست بناجية والقاعدة أيها الإخوة أن الاستثنى من النفي إثبات ومن الإثبات ومن الإثبات نفي فهو هنا استثنى آل لوطٍ من المجرمين ثم استثنى امرأته من آل لوط فراجعت في التأويل فراجعت في التأويل إلى القوم المجرمين القاعدة في الاستثنى أن الاستثنى من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فهو هنا استثنى آل لوطٍ من المجرمين ثم استثنى آل لوط ثم استثنى امرأته من آل لوط فراجعت في التأويل إلى القوم المجرمين وأنها ستهلك مع المهلكين رسل الله تركوا إبراهيم وساروا إلى حيث أمروا فأتوا لوط فلما جاء آل لوطٍ المرسلون جاءوه في صورة شبابٍ حسان فتنةً لقومه حتى يقع العذاب وهم مصرون في فعل فاحشة في فعلهم هذه الفاحشة المقيتة والتي أخبر الله عز وجل عنها في آياتٍ أخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذارون ما خلق لكم ربكم قال لوط إنكم قومٌ منكرون يعني لا نعرفكم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه بما كانوا أي بما كان قومك فيه يمترون أي ما كانوا يشكون في العذاب والهلاك والدمار كانوا يشكون في وقوعه بهم بل جئناك بما كانوا أي بما كان قومك به يمترون أي يشكون وهو العذاب والهلاك وَأَتَيْتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ كما قال الله في آيةٍ أخرى ما نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ثم ختم الآية قالوا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه من نجاته وإهلاك قومه وهنا جاءت القصة مُختَصَرَة جدًّا وقد بُوسِطَت هذه القصة في سورة هود عليه السلام فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِي يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانبٍ من الليل وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم واتبع أدبارهم أي كن خلفهم أي اجعل أهلك يمشون أمامك وكن أنت من خلفهم حفظًا لهم والعلامة ولا يلتفِت منكم أحد أي إذا سمعتم العذاب سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفِتوا وذروهم وما حلَّ بهم من العذاب وامضوا أي يمشوا حيث تؤمرون كأنه كان معهم من يهديهم السبيل من الملائكة أي أن الملائكة عليه السلام أخرجوهم من هذه القرية عندما أمر الله عز وجل بإهلاكها وأمرهم أن لا يلتفِتوا أبداً وأن يمضوا حيث يؤمرون إلى حيث يستقرُّ بهم الهادي لهم ثم قال الله عز وجل وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ أي تقدَّمْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا أنَّ دَابِرَ هَاؤُلَاءُ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينٌ الدَّابِرَ هو الذي يأتي في آخر القوم وهو لفظٌ يدلُّ على الاستئصال والهلاك التام أنَّ دَابِرَ هَاؤُلَاءُ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينٌ أي في الصباح، وقت الصباح كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب هكذا أمر رسول الله عز وجل لوطاً بأن يفعل ما يفعل وأخبروه بما سيحل لكن ما حال هؤلاء جاء أهل المدينة يستبشرون أخبر الله عما جاء قوم لوط لما عنهم بأضيافه وصباحة وجوههم وأنهم كاجاءوا مستبشرين بهم فرحين أي يريدون فعلتهم القبيحة قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون أي هؤلاء أضيافي فلا تخزون في أضيافي قالوا أولم ننهك عن العالمين يعني ألم نمنعك عن استضافة أحد وقبول الأضياف وقوله إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قال ذلك قبل أن يعلم بأنهم رسل الله وأنهم من عند الله مرسلون كما في قصة هود وهنا يا أخواني قال هذا القول بعد علمه لكن لا يعني أنه قاله بعد علمه في سياق الآيات أنه قاله بعد علمه بأنهم رسل لكن الواو لا تقتضي الترتيب ولذلك قوله هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون نحمله على سياق سورة هود المفصل وأنه قال ذلك قبل علمه بأنهم ملائكة قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين يقول عليكم بالطريق الصحيح وهو الزواج ويقول بنات أي تزوجوا من البنات كما قال بعض المفسرين ولا يعني بناته الذين من صلبه أي أرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة هذا الحوار وهذا الكلام حصل وهم كلهم غافلون عن ما يراد بهم وما كتب الله عز وجل عليهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المستقر ولهذا قال سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أقسم سبحانه وتعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم لعمرك أي بحياتك يا محمد إنهم أي هؤلاء لفي سكرتهم يعمهون قال ابن عباس ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياتي أحد غيره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي وحياتك وعمرك وبقاءك في الدنيا يا محمد إنهم لفي سكرتهم قال قتادة أي في ظلالهم يعمهون أن يلعبون وقال ابن عباس لعمرك لعيشك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال يتمادون لقائل أن يقول أيها الأخوة هل القسم بالمخلوق جائز؟ هل القسم بالمخلوق جائز؟ الجواب لا طيب فما الجواب عن قسم الله عز وجل بنبيه بل وقسمه بالضحى وبالتين والزيتون وغيره الجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وأما العبد المخلوق الضعيف فليس له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى ومن العلماء من قدر خروجاً من هذا الخلاف قال إن القسم الحاصل في القرآن كله هو بالله عز وجل وأن هناك تقديراً مثل والضحى وغيرها قال ورب الضحى والتين ورب التين إلى غيره وأن القسم هناك محذوب وأن القسم كله حاصل بالله لكن الصحيح عدم التقدير يا أخواني وأن الجواب أن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته أما العبد الضعيف فلس له أن يقسم إلا بالله تعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين أي عند إشراق الشمس والقرآن يفسر بعضه بعضاً إن موعده مقطوع مصبحين إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وتحديداً هو وقت إشراق الشمس فأخذتهم الصيحة مشرقين أي عند طلوع الشمس وإشراقها لا طلوع الصبح فجعلنا عاليها أي عالية هذه القرية سافلها والجزاء من جنس العمل فكما انتكست فطرهم جُعِل عذابهم نُكِسَت قريتهم فجُعِل عاليها سافلها وَلَمْ يُكْتَفَى بِذَلِكِ بَلْ أَمْطَرَ لِلْمُتَوَسِّمِينَ أي إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصرته كما قال مجاهد للمتوسمين أي المتفرِّسين وعلي بن عباس للناظرين وقال قتاده للمعتبرين وكلُّ المعاني صحيحة وإنها أي هذه القرية قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت مُحَيرةً منتنة خبيثة مُستمِرَّة إلى اليوم كما قال الله في آج وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أي تمرُّونَ على آثار هؤلاء وأماكن إهلاكهم وإنها لبِ سبيلٍ مُقيم أي معلَّم قال قتاده أي بطريقٍ واضح أو بصقعٍ من الأرض واحد إن في ذلك أي إن الذي صنعنا بقوم لوطٍ من الهلاك والدمار وإن جاءنا لوطًا وأهله لدلالةً واضحةً جليةً للمؤمنين بالله ورسوله إن في ذلك لآيةً أي ما صنع بهؤلاء لآيةً للمؤمنين الذين يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم ويصدِّقون بأخبارهما وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثاني من مجال تفسير سورة الحجر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر